إِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَدْلُوا عَلَيْكَ بِالْحَمْ الحمد لله الذي كرمنا وشرفنا بالقرآن أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو الفوز بالجنان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث من ولد عدنان صلى وسلم عليه الرحمن صلاةً وسلامًا دائمين ما تلازم القمران أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذا المكان نقرأ آيات من القرآن واليوم بإذن الله جل وعلا سنفتتح حلقتنا بقراءة أهم وأعظم وأجل وأفضل سورة في القرآن الكريم سورةٌ لا تُقبل صلاة العبد إلا بها سورةٌ كانت سببًا لشفاء كثيرٍ من المرضى ومعنا اليوم بإذن الله جل وعلا نُخبه من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى فنبدأ عن يميننا الطالب يحيى عبد الله الطالب يامن ياسر الطالب خليفة محمد الطالب حميد محمد الطالب خالد سامي الطالب سلطان سامي واليوم بإذن الله جل وعلا سنتعلم وإياكم كيف نتلو هذه السورة المباركة وسيشاركنا الطلبة أهمية قراءة هذه السورة وقبل أن أبدأ بقراءة هذه السورة وتسليط الضوء عليها في كيفية قراءتها قراءةٍ صحيحةٍ سليمة سأسأل بعض الطلبة من أسماء سورة الفاتحة سور عديدة جداً وأسماء كثيرة هل منكم من يعرف اسم لغير سورة الفاتحة؟ تفضل الطالب يامن الكافية أحسنت بارك الله فيك فمن أسماء سورة الفاتحة الكافية أيضاً طالب خليفة السبع المثاني أحسنت بارك الله فيك يا خليفة قال الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم أيضاً من أسماء سورة الفاتحة طالب سلطان أم القرآن مرة أخرى أم القرآن أحسنت بارك الله فيك فمن أسماء سورة الفاتحة أم القرآن أيضاً من أسماء سورة الفاتحة مسمى آخر هل تعرف الطالب يحيى هل تعرف اسم آخر لسورة الفاتحة؟ الشافية مرة أخرى الشافية أحسن تبارك الله فيك فقد كانت هذه السورة سببا لشفاء كثير من المرضى وقد جاء ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بإذن الله جل وعلا سنستمع وإياكم إلى قراءة سورة الفاتحة ثم سنعلق شيئا فشيئا عن قراءة هذه السورة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السورة المباركة حري بنا أن نتعلم كيف قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنشير بإذن الله إلى بعض الأخطاء الدارجة عند كثير من الناس في قراءة هذه السورة العظيمة ولا بد أن نشير إلى أمر غاية في الأهمية إذ إن تغيير أي حركة في سورة الفاتحة كما علمنا من قبل عندما بدأتم تحفظون كتاب الله جل وعلا فإن بتغيير حركة واحدة في هذه السورة تغيير للصلاة كاملة فكأنك لم تصل ولم تقرأ بسورة الفاتحة إذا غيرت حركة واحدة في سورة الفاتحة هذه السورة العظيمة الآن سنقرأ الآيات وترددون معي بإذن الله جل وعلا وسنبين بعض الأحكام المتعلقة بهذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حسنتم يا أبطال الراء هنا ربي حكمها الراء المفخمة فنفخمها فلا نقول الحمد لله ربي راء راء خطأ الطريقة الصحيحة نفخم حرف الراء ربي العالمين ونكسر بعض الناس يقرؤون الحمد لله رب العالمين مين؟ وهذا خطأ والصحيح الحمد لله رب العالمين وما معنى رب العالمين؟ رب العالمين يعني المتصرف في أحوال العباد بيده خزائن السماوات والأرض فلا تخفى عليه خافية كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالله جل وعلا بيده أزمة الأمور لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ولا بد أيها الأحبة أيها الأبطال أن نشير إلى أمر غاية في الأهمية أنه إذا بدأنا رب العالمين الطريقة التي نتلو فيها هذه الآية نسير على نفس الطريقة كيف ذلك؟ لو أن أحدهم قال الحمد لله رب العالمين هكذا مد أربع حركات رب العالمين أربع حركات فلا يجوز له أن يقرأ الرحمن الرحيم هذا خطأ لا بد أن تكون الطريقة الأولى التي بدأنا فيها قراءة سورة الفاتحة تسير على بقية الآيات في هذه السورة واضح؟ طيب الآية التي تليها الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أحسنتم لا بد أن ننتبه لا نقول الرحمن خطأ لا نكرر الراء وإنما نفخمها تفخيما ظاهرا واضحا بحيث لا يتكرر معنا هذا الحرف الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم حسنتم بارك الله فيكم ومن معاني هذه الآية أي أن الله جل وعلا أرحم بالعباد من الأمهات بفلذات أكبادهم الله جل وعلا بيده الرحمة فعندما نقرأ فعندما نقرأ سورة الفاتحة نستشعر معاني هذه الآيات نقول الحمد لله رب العالمين وسنقول بإذن الله جل وعلا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذه السورة العظيمة مالك يوم الدين بصوت مرتفع أيها الأحبة حتى يكتب الله جل وعلا لكم الأجر مالك يوم الدين أحسنتم مالك يوم الدين هنا أكسر الحركة التي وضعت على الحرف وعندما أقول الرحمن الآية التي قبلها بعض الناس يقرأها الرحمن وهذا خطأ كما أشرنا هل يجوز لنا أن نغير حركة في سورة الفاتحة؟ لا يجوز ذلك طيب إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أحسنتم فبعض الناس يقرأها إياك نعبد وهذا خطأ إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم أحسنتم بعض الناس لا ينتبه إلى حرف اللام فيقول إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم لا يبين اللام لاحظ إهدنا الصراط ال واضح؟ كما تعلمنا من قبل في المسجد صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم لا خطأ لا نقرأها أنعمت لا أنعمت واضح؟ لأن الحكم هنا إظهار الحكم هنا إيش؟ إظهار النون التي تأتي بعدها حرف الهمزة يأتي بعدها حرف الهمزة فإنه يكون إظهار هي النون الساكنة صراط الذين أنعمت عليهم سواء الهمزة أو حرف العين أو بقية الحروف التي تتعلق بحكم الإظهار صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنتم فبعض الناس يقول غير المغضوب مغضوب وهذا خطأ لأن هناك فرق كبير بين الضاد والضاء ولذلك سميت اللغة العربية بلغة الضاد غير المغضوبة فلا نقول المغضوبة أيضا بعضهم يقرأها ولا الضالين وهذا خطأ لا نخرج اللسان خارج الفم فلا نقول الضالين خطأ وإنما نقول ولا الضالين لأن الحكم هنا مدلازم في كلمة الضالين وجاء في تفسير هذه الآية غير المغضوب عليهم أي اليهود ولا الضالين أي النصارى وكل سورة الفاتحة دعاء كما جاء في الحديث القدسي قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى نهاية الحديث الشريف على قائله أفضل الصلاة وأتم التسليم لنستشعر هذه المعاني ونحن نقرأ سورة الفاتحة سواء في الصلاة أو ونحن نقرأ سورة الفاتحة من القرآن الكريم كيف أن الله جل وعلا يخاطبنا بالرحمة التي كلنا يرجو رحمة الله جل وعلا وفي ختام السورة كلها دعاء أن يرزقنا الله جل وعلا الطريق المستقيم الذي لعوي جاج فيه ونحن نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصراط المستقيم الذي لعوي جاج فيه جزاكم الله خيرا أيها الأحبة الأكارم والله جل وعلا أسأله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل القرآن العظيم لنا حجة لا علينا حجة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تلك آيات الله نتلو عليك بالحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر